كن في حياتك ملهمان واصنع جميلا للبشر واصعد على قمم العلا فخطاك يتبعها الأثر هذه الحياة مفاخر قد فاز فيها من صبر هذه الحياة مفاخر قد فاز فيها من صبر ضيفنا كانت وما زالت وظيفته أنه يزور المرضى في مركز السرطان فمر بتجربة لمرض السرطان فكانت زيارته التالية مختلفة تعرض ضيفنا للورم الأول عام 2015 وللمرة الثانية عام 2017 أكرمه الله بالعافية فعاد إلى مرضاه بروح جديدة يبعث الأمل حكى لنا قصة من الألم وصنع منها أملا ضيفنا الأستاذ عبدالله ابن علي الغامدي في الإكسير هذه الحياة مفاخر قد فاز فيها من صبر هذه الحياة مفاخر قد فاز فيها من صبر حياك الله سيد عبدالله الله يحييك أسعدا جدا بك أسعدك الله و بارك فيك وأنا بعد أسعد الله يسلم أنا جيت من جدة وأنت جيت من جدة فأقول حياك الله في الرياضة الله يحييك الله يسلم كيف يبقيك سيد عبدالله أنا أرجع كده شوية إلى الذكريات لك تجربة قبل أن نبدأ في هذه التجربة الملهمة دعنا نرجع بالذاكرة قليلا يعني ذاكرة الطفولة و نشأتك كانت في مدينة جدة فماذا تتذكر في ذلك البيت الهادئ الذي كان فيه الوالد و الوالدة الله يحفظهم كان عبدالله مع مجموعة إخوته البيت يملأه السكينة لأن شيء مما قرأته عن هذا البيت أنه كان بيته قرآن فحكينا عن الذكريات أولا بسم الله و صلاة السلام و رسول الله طبعا كويس أن الواحد يرجع بالذكرة شوية الذكريات أحيانا تكون ملهمة حتى للإنسان طبعا يمكن في ذلك الوقت كعادة كثير من الناس يعني كانت الحياة بسيطة يعني أنا نشأت في بيت عامته البساطة و والدي الله يحفظه و يعطي الصحة و العافية إنسان يجمع ما بين مسألة البساطة و مسألة يعني الصدق و الأمانة و الإخلاص صلى الله عليه و يحفظه و يحسن له الخاتمة فكان حريصا على أن يربي أبنائه تربية صالحة طبعا تعليمه بسيط ما تجاوزها توقع المرحلة المتوسطة بل يقينا ما تجاوزها يعني أكثر شيء و الوالدة كانت ذي كلم لا تقرأ ولا تكتب لكن اتحدث عندهم فكرة أن يكون أبنائهم في مسار يعني صالح و لذلك حرصوا عليها سويا فكان الوالد من القواعد اللي عنده في الحياة أنه تدخل إنت أول ابتدائي لازم تمسك القرآن تبدأ في تحول القرآن رحلتك مع القرآن مع القرآن جميل فأي واحد يدخل أبتدائي لازم يدخل ذلك اليوم كانت حتى حلقات أحفظة شيء بسيط يعني شيء بسيط ليش يبغى أبنائه يعيشوا في بيئة آمنة جميل بغضا لأنه تعرف صحبه سيئة يعني موجودة في أماكن كثيرة فيخافون على أبنائهم فكان أي أحد يدخل يعني المدرسة لا بد أن يدخل لحلقات تحفظ القرآن طبعا هو مثل ما قلتك يعني إنسان بسيط وهذا و يعني الوالدة لما دخلت هذا التحدي طيب هي كيف لحين ما تحسن القراءة راحت درست في محو أميه ما شاء الله و حتى أذكر في أحد السنين طبعا كان نظام الدراسة محو أميه كل سنتين بسنة تدرس أولى ابتدائي سنة ثاني ثالثة و رابع في سنة خامس سنة سنة في أحد السنين كانت الوالدة حامل بأحدى خواتير و كنا ذاك الوقت أنت أنا طفل صغير ف كانت المشوار كان يعني تقريبا قرابة الكيلو و تروح مشي إلى المدرسة و أنا معها و يعني تحضر كل الهدف كان عنده هدفين الهدف الأول أن تحسن القراءة عشان تقدر تحلم أبنائها و الهدف الثاني أن تقرأ القرآن و تقرأ القرآن طبعا سبحان الله ما ضاعت هذه الأهداف أحسبوا الله حسيبهم و كانوا صادقين كلاهما ف الوالدة لما بدأت تقرأ استمتعت بالقراءة احنا دخلنا التحفيصنا نحسن القراءة فكانت تيجي تقول يعني أنا بقرأ عندكم و أنتم معلموني فإحنا نقرأ هي دم تقرأ تقرأ بلهجة يعني أهل الجنوب و لسان مكسر فكنا نقول لها يعني شوي بغالك تجتهدي شوي و تعرف صغار إحنا بعد ما نتقدم معلمون كمي اللهم استعالي المهم دخل التحفيص جلست يمكن تقريبا حول 13 سنة و في التحفيص إلى أن حفظت القرآن اللهم لك الحمد الوالد طبعا بسبب غروف عمله ما تمكن من أنه يدخل في نفس المرحلة و يتعلم القرآن لكن كان أصرا إنسان لصيق بالقرآن تلاوة الخميس عنده مثل الصلوات الخمس عندنا م شاء الله فحرص على أنه أيضا يعيش هذا الأبناء و هذا الجو ما كانت النتاجة؟ ما كانت المحصلة؟ طبعا نقول إن شاء الله أنهم حققوا الكثير من آمالهم ما أحسن الوالد الساد سمحوا أمي الوالد تعليم متوسط لكن أبنائهم عندهم أربع من الأولاد أربع بنات كلهم جامعين اللهم لك الحمد بعضهم تميز أحسبهم سبعة حفظوا القرآن اللهم لك الحمد لكن كلهم كانوا في تحفيظ القرآن جميل فلذلك كانوا كلهم من الناس اللي درسوا القرآن و تعلموا القرآن شيئا مما بذلوه من أجلنا لأنهم تعبوا كثيرا صحيح فترة اللي عاشوا فيها كان الحياة صعبة صحيح لكنهم حتى في جانب التربية الآمنة ما كانت الأحياء ذلك الأيام فيها بهذا المستوسط الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله طيب خلني أروح معك إلى قصة التعليم الجامع تخصصت في الدراسات الشرعية رغبتك ميولك اهتمامك ولا كانت لي الفرصة المتاحة الوحيدة لك جميل هذا السؤال كويس نحن طبعا كثير من الناس عندهم حلم فأنا لما كنت صغير كان عندي حلم فكان حلمي أني أكون مثلا طبيب حتى أذكر مرة في أحد البرامج التدريبية كان في الإقطاع الصحي كنت أقول لهم أنا لما كنت صغير كنت أحلم أني أصير طبيب بعدما حضرت البرنامج التدريبي هذا كان البرنامج متعلق بالأخطاء الطبية فسمعت حجم الأخطاء الطبية و حجم الأمانة العظيمة التي يتحملها الأطباء والمسؤولية العظيمة التي على الطبيب قلت الحمد لله أني مصر الطبيب الحمد لله الله نستعان في ثانية ثانوي لا أعجبني هذا التخصص لأنني تخصصت في ثانية علوم شرعية فأعجبني هذا التخصص و وجدت نفسي فيها صراحة فمن سنة ثانية علوم شرعية و أنا متوجه إلى أن هذا هو مجالي و هذا هو التخصصي من درست الجامعة؟ درست الجامعة أين؟ درست الجامعة طبعاً في الجامعة الإسلامية في المدينة بداية ما هونه في جدة؟ لكن أكملتها في جامعة الإمام ما هونه في جدة؟ لا وهذه كان لها يعني قصة أنا طبعاً ما أستطيع إن درس لا في جدة ولا في المدينة وأين كنت ت quero أنا كان عندي رغبة أنني أطلع عن الرياضة الرياضة بتي كانت العاصمة وأذا كانت جامعة الإمام تدريبًا يعني كانت من الجامعة العريقة المعروفة صراحة ولا زالت إلى الآن فكنت أحلم من يدرس فيها و كانوا أعمامي هنا و أقاربي هنا في الرياض فكنت أتمنى أني أجي أدرس في الرياض لكن الوالد الله يحفظه كان عنده حلم أن يكون فيه أحد أبنائه في المدينة يدرس يشتغل أي شيء فوجد أنه أنا ممكن يعني أساعد في تحقيق أنت الآن جاهزي جاهزي نعم فقال لي أبغاك تروح المدينة لا أضغط علي صراحة لكن كانت رغبة منه قال لي أنا أتمنى أنك تدرس في المدينة أنا لا أضغط أدرس في المدينة لكنني من أسألوك لا أبغا أقول للوالد لا يعني حلم هو ما أضغط علي ولا يناقشني و قال لي أمني أني أروح أنك تدرس في المدينة فرحت قلت خلني على قوله مسعين بصديق جميل أحد المدرسين عندنا في المدرسة الله يكتواجر كان إمام مسهد قريب مننا فتكلمت و كان الوالد يحترمه كثيرا و يقدره كثيرا فقلت للأستاذ هذا قلت له أبغاك بس تساعدني في أنك تحاوله الوالد و كان يؤيدني على فكرة أني أروح جامعة الإمام أو جامعة أم القرى فقال لي طيب خلاص تعال أنتو الوالد صلوا عندي العصر قلت طيب فالوالد الله يحفظه فطل حس أنه في شيء قلت أبغا نصلي عند الأستاذ فلان في المسجد صلاة العصر قام قال طيب حس أنه في شيء يعني ما بطل يقول له معنون فبعد الصلاة لما نجينا سلمنا عليه أول ما سلم عليه الوالد قال يا شيخ محمد قال يا شيخ محمد أريد أن أحاول في عبد الله أن يدرس في المدينة و مسك على لحية تغدى فيكم قبل أن تتعشون فيه نعم قال أريد أن أحاول في عبد الله أن يدرس في المدينة طبعا طالع فيه الأستاذ قال لي دعي عبد الله يأتي معي قال الأستاذ لا أعرف أن يتكلم هو كان مال يده و سيقدر يقنع الوالد لكن لا أعرف أن يتكلم عندما حصل هذا الموقف قال دعي عبد الله يجمعي و رجع الوالد و ركب سيارته و رجع البيت فاركبت معه فقام قال لي شوفي يا عبد الله طالما أنك أنت ستكون في طاعة والدك ربي يوفقك و يسألك أمرك الله أكبر والله سبحان الله رحت المدينة لا أعرف أحد في المدينة كان عمي الله يحفظه وأحد عمامي رايح بس ملحق أسكري أخذ فترة بسيطة و رجع ولا أعرف أحد في المدينة تماما و سبحان الله من أن يعني وطئت قدمي المدينة و رغم أن المدينة أرض مباركة و ما في أحد يروح المدينة يتعب لكن منذ أن وطئت قدمي المدينة إلى أن خرجت منها و أنا والله أجد بركات يعني دعوة الوالد و توجيهه و تحقيق المنية ما تعسر عليه شيء في المدينة منذ أن دخلت فيها و أنا غريب إلى أن خرجت منها علما بأني كنت أنزل بصورة مستمرة و ذيك الأيام كانت المسألة الصعوبة كان فيها اللي يسمونها الباصات هذه النقل الجماعي و الروحة و الجاية و التكاسي لكن كنت أجد فيها تيسير و متع عجيبة جميل جدا دعونا أنتقل معك أبو أسامة من هذه الدائرة إلى دائرة أخرى دائرة الحياة الوظيفية أكبر هم يمكن أن يواجه الخريج الجامعي هو السؤال عن الوظيفة من يوم ما تتخرج يقولون ها بشر و أين رحت و ما شويت و خاصة إذا كانت التخصصات دعونا نقول الفرصة الوظيفية فيها قد تكون محدودة تخصص أنت في العلوم الشرعية تخرجت من العلوم الشرعية البوصلة أين كانت متجهة خاصة أنت الآن تعمل في مجال صحي في قطاع صحي لكن علاقة بهذا بعيدة جدا و الفرص قد تكون محدودة و أين رحت بعد الجامعة و الله سبحان الله ممكن في سؤال قبل و معلومة قبلها أنت إيش اللي خلاك يعني كيف خرجت من الجامعة أصلا أنا أساسا دخلت في الجامعة السلامية درست فيها فصل و بعدين سبحان الله جتني فرصة ثانية انتقلت في الجامعة الإمام طبعا رح علي فصل و الدراسة الجامعية ثمانية فصل فصار أنا تخرجي في الفصل الأول الفصل الأول فلما تتخرج أنت في الفصل الأول قدامك فصل ثاني التحديات اي نعم التعيين و التوظيف صعبة ما في فرص اي نعم صعبة جدا لكن شوف سبحان الله لما نقول لك لما أنت تمشي في مسلك يعني أنت أساسا دخلت المجال هذا و رحت المدينة هذه لأجل أن ترضي والدك كيف بركات الدعوات هذه لما انتخرجت كان لي أيام الجامعة زملاء يدرسون منتسبين في الجامعة معنا فأنا لما انتخرجت كان الهم هذا موجود مثلي مثل أي واحد الاستراب المناسبة كانت أكبر ميزة عند المنتسب أنه يعرف طالب منتظم لكي يريحه في الملخصات نعم صحيح صحيح يعني كان لنا زملاء مجموعة من الأخوة الفضلة يعني منتسبين و كانوا زي كذا يعني يصير بيننا تعاول في المذكرات في الأشياء هذه نساعدهم في أنه نختصر عليهم كثير من المذكرات التي هم يحتاجونها في الدراسة فعادنا لما تخرجت عادنا يعني مثلي مثل غيري يعني أنت أصلا لو تخرجت في نهاية السنة عندك هم التوظيف ما بالك لما تتخرج في وسط السنة حتكون المسألة أصعب أراد الله أنه في يوم من الأيام تصل علي أحد هذول الشباب قال لي و لاحظ أنا في جدة قال لي عبد الله تبغى تتوظفه قلت له هذا سؤال يبغى لها تأكيد أني أبغى تتوظف قام قال لي طيب اشرايك عندنا فرصة في هو كان يعمل في الشؤون الدينية في مستشفى الأمل تمام شوف لاحظ أنا تخصي شرعي و هو يعمل في قطاع صحي لك مشؤون دينية مستشفى الأمل مهتم بعلاج مدمني المخدرات أهي نعم تبغى تتوظفه قلت كيف كان خلاص جاهز منه فوق تعالي جاء سبحان الله أجليت مقابلة شخصية و اتيسرت و قبلت مباشرة سبحان الله يعني شيء عجيب يعني كان التياسير عجيب المجال هذا من المجالات التي فيها عمق حجيب يعني علاج الإدمان مدارس عالمية هي ليست هو علاج الإدمان و علاج المخدرات هو مو مثل أي علاج يعني ما هو مثل القلب مو مثل العضاء مو مثل الطب النفسي الأمراض النفسية لا علاج الإدمان تخصص و تخصص في الطب النفسي يعني مثل ما يقولون أن أحد العلماء كان يقول مريض المخدرات وصل لمرحلة تحت الصفر فأنت في علاج مرض الإدمان تنظر المريض لهذا كأنه تولد فلازم تعيد تركيبه من جديد تمام فكأنك أنت مثلا تحتاج أنك تأسس بناء ما كان موجود فلما أنت تنظر المريض ستنظر له من زوايا كثيرة جدا ففي علاج الإدمان ثقافة عالمية و ليست محلية ثقافة عالمية أنه في مجموعة تخصصات يكمل بعضها بعضا هو ليس مجرد علاج عضوي ولا مجرد علاج نفسي لا هي تخصصات كلها مهمة يعني مثلا أعطيك مثال نحن في القطاعات الصحية الثانية نعتبر بعض التخصصات خدمة مثل شؤون الدينية تعتبر خدمة من الخدمات تمام؟ علاقات المرضى مثلا خدمة أحيانا خدمة أحيانا خدمة الاجتماعية أحيانا في بعض المجالات تعتبر خدمة لا في علاج الإدمان أساس جزء من العلاج جزء من خطة العلاجية جزء من برنامج العلاجي أن تؤدي دوره مثلا غيرك يؤدي دوره أنت يعني أعطيني كذا كيف برنامجك أنت كمرشد مثلا ديني في مستشفى العمل وش تسوي؟ ممتاز طبعا المستشفى بشكل مختصر أي مختصر باختصار العلاج المرضى في المستشفيات الإدمان عموما على مستوى العالم و نظامها مختلف فهي مثل أشبه ما تنمو بالمدرسة لكن مدرسة علاجية تمام؟ نبدأ الدوام الصباحي طبعا نبدأ أول شيء عندنا اجتماع صباحي يصير نناقش فيه ما حدث معنا بالأمس مين يدير هذا الاجتماع؟ طبعا يدير المدير الطبي على أيامنا كان المدير الطبي طبعا هذا الكلام في عام 2001 لا أدري كيف الآن زملاء نظامهم لكن هذه الأيام كان يديرنا المدير الطبي نجتمع في قاعة محاضرات تقريبا تسعة فرق علاجية تسعة تخصصات نناقش كل واحد يتكلم ما الذي حدث معه بالأمس؟ طبعا أنت لا تتكلم عن القسم الذي تفيد تتكلم عن المرضى في المستشفى كلهم ما الذي حدث معك بالأمس؟ طيب دعنا نقول من الأشياء العجيبة كمديرنا هذا رجل ذكي ذكي جدا طبعا هو أمريكي من أصول مصرية وأثرت عليها الثقافة الإدارة الأمريكية كإدارة يعني عندهم نموذج عمل مميز نعم فتخيل أن تسعة فرق علاجية تتكلم ما الذي حدث أمس في عشرين دقيقة وتعطي معلومات وافية كافية يعني ما هو معلومات أنه ممكن يصير نقص لا أنا أتكلم عندما أسكت لا يزكتني أتكلم إلى أن أسكت كيف أدار الفكرة بذكاء؟ يقوم بعمل نماذج يجعل كل قسم يقوم بعمل نموذج النموذج غافي كافي يعطي المعلومات المهمة عن أمس و ما الذي حدث لك فأنا مجرد أأتي نهاية الدوام اليوم أعب بأن أفعله في النموذج هذا أأتي في الاجتماع و أقرأ النموذج هذا فقط جميل بعد الاجتماع هذا ننتقل للأجنحة عندنا اجتماع مع المرضى نجلس مع المرضى كلنا نحن والخدمات النفسية والخدمات الإلاجية والطب النفسية كلنا نجلس مع المرضى غروب كذا كلنا مع بعض مثل قراءة قرآن كلمة وبعدين زي ما يقولوا نفك ريقهم يعني نسول معهم نكسر الحواجز بينهم توهم صاحين توهم أفطروا وبعدين نبدأ نتوزع المرضى كل واحد يأخذ مجموعته في عندنا نضاء برنامجين برامج المشتركة الجماعية مع المرضى نأخذ مثلا مجموعة ونصنعهم حاجة نسموها المجموعة الدينية مجموعات علاجية و هناك برامج فردية تكون على مستوى أفراد هذا في الإدمان طبعا نحن كنا بالنسبة لنا كشؤون دينية أحيانا كنا نسوي طريقة جميلة عشان لا يصير فيه تزاحم في العمل كنا نخلي عملنا في الفترة مسائية مجموعاتنا فكنا نختصر شوي الدوام و نكمل في الفترة المسائية أخذنا موافقة من الإدارة على هذا الشيء و دعمتنا الإدارة لأنه تخدم الخطة العلاجية قد زرت مدمن في بيته؟ هو بالمناسبة ليس مدمن مدمنين كثيرا كنا ذلك الأيام أساسا باقي عزاب فكانت روح المغامرة لا زالت موجودة أذكر مرة أحد المدمنين كان من العباقرة كان رجل ذكي 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 ذكاء حجي لكن للأسف ذكاه هذا استغلوا في المخدرات حتى أنا أول ما تعرفت عليه كنت أتعجب منها أقول هذا كيف عاش في الوسط هذا؟ و كان من البيئات التي مرتاحة ماديا فكان له تعامل خاص في يوم من الأيام طبعا كنا نزور بعض المدمنين في بيوتهم بناء على موافقات استمرار الخطة العلاجية نطلع لأن المرضى يكون عندهم في نهاية الأسبوع حاجة يسمونها يعني هم باص يعني إجازة منزلية يطلع فيها نحن عندنا من مستهدفات العلاجة أن المريض يطلع نشوف هل الشيء اللي مشه معنا فيه في البرنامج أثمر أو ما أثمر فيجرب يومين ثلاثة يرجع كيف؟ بعد الجيتون نقول له ها كيف الأمور كيف البرنامج؟ فأحد المرضى قال لي أبغاك تجي تزورني فقلت طيب ما في مشكلة أنا استمتعت انبسط أنه معناته الرجال يبغاني أشرف على خطته العلاجية بره انبسط يعني من دافع نفسي ما هو أنه يعني شفت بعض الشباب حينا يكون يعني مبسوط أنه نجح في عمله جميل فأنا انبسط معها طبعا هو كان عند الله خطة ثانية هو أصلا كان عنده الله يغفر له خطة شيطانية كان يبغى يتعاطى طبعا هو محارب مخدرات من بيته من أسر طبعا والده متوفي رحمة الله عليه فلكن أمه كانت حريصة عليه وكان قلتك من البيئة شوية يعني مرتاحة مدنيا فأمه كانت حريصة عليه كثيرا فجاي بغى يضحك عليها قال لها قال بيجيني الشيخ يزورني في البيت فرحت متى بيجيك بعد صلاة العشاء قالت ومتاس قالت طيب تمام قالت خلاص أجل أنا بخليكم برحتكم وبروح أزور صاحباتي بتروح بتخرج أنا طبعا كنت أساسا بعد صلاة العشاء موعد الوالد فقلت له أربع ساعة أزور أحد المرضى واجيك طبعا ربع ساعة قاعدت أربع ساعات صارت ما عندك خبر عنها؟ ما أدري أنا رحت صليت العشاء هو تعاطى وقتها؟ أيوة أنا خرجت الآدمي ما هو طبيعه هو كان يظن أنه هذا حق شؤون الدينية ما هو فاهم ولا يعني اشترها بالمخدرات على قولهم يعني؟ فقيتا اضطريت أنك تجدس إليه ما تنتهي يعني يأتي أهله مثلا يجون أهله؟ لكني في نفسه قلت و تعال نروح البيت جلسنا في البيت قال أجيب لك شاهي أنا كنت أبغى تأكد من حاجة فأنت أبغى تأكد بالفعل أنه أنا متعاطي أو لا فقلت و أقول لك أبغى دورة المياه أكرمك بالله فقال لي طيب فين دخلني؟ ما دخلني دورة المياه لي جب الغرفة التي كنا فيها لا وداني لين دورة المياه لي هو يدخلها فشفت همشي نجوت بسلام؟ طيب خلينا نستاذنك في فاصل ثم نعود إلى هذه الرحلة في القطاع الصحية سيدة عبدالله و مشاهدين الكرام فاصل ثم نعود أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام حكرا أبو سامة الله يحييك الله أبو سامة كنا نتحدث عن رحلة في القطاع الصحي بدأت في عام 2001 استمرت إلى الآن أو كان فيه انقطاع عن العمل في المجال؟ بسم الله و صلاح صلاح و صلاح سبحان الله رحلتي في القطاع الصحي كانت في البداية 2001 تركت قطاع الصحي في البداية 2002 بعدين مشاهدت في مصارات كان فيه جزء منها كبير بيزنس دخلت في عالم العقار و مشيت فيه مشية جدا متازة في مجال التقييم العقاري و كبت فترت إنشاء الهيئة السعودية المقيمة العقاريين و دخلت فيها دخلة جدا متازة بعدين عرضت علي فرصة وظيفية رائعة في إحدى الشركات المشهورة على مستوى الخليج في نفس الوقت بسبب تجربتي في القطاع الصحي السابقة عرضت علي فرصة وظيفية في قطاع العودة للقطاع العودة للقطاع الصحي فأنا حقيقة رغبتي الداخلية كانت بحكم أني أنا مشيت في الجانب العقاري مسار جدا جيد و وكبت البدايات للهيئة فكانت فرصة ليني أطور نفسي كثيرا و خاصة بعد ما جاء العرض اللي جاني من الشركة كان مدير التقييم العقاري في القليم الغربي لهذه الشركة فكان بالنسبة لي منصب جدا ممتاز و فرصة كويسة صح أني كنت أبغاها السيرة ذاتية سيفي على قولهم عشان أبغى أن أنتقل لمرحلة أخرى لكن كان عندي مخفط و مسار أمشي عليه لكن سبحان الله أنت تريد و أنا أريد والله يفعل ما يريد لما جاء العرض الوظيفي أنا من الأشياء التي تعلمتها في الحياة مسألة الاستشارة و من الناس اللي أنا يعني أرى أنه في مشورتهم بركة الوالدين حتى أنه ما كانوا يفهم و لا يجبروك الوالدين عني ما كانوا يجبروني في الرأي فاستشرتهم طبعا ممكن لا يعرفون شيء ما الفرق بركة الصحي لكن هم ينظرون أنه هذا يعني مستشفى و الفرص اللي ممكن تكون في المستشفيات حلوة و أنا كان مساري أشرف و كان بالفعل خط ممتاز المساري أنا كنت ماشي به جدا ممتاز لكن شوف سبحان الله كيف الله عز وجل يقدر لك الأقدار لتدخل إلى مسار هو أعلم بتفاصيله منك فأنا دخلت يعني للقطاع الصحي لم تكن رغبة و لما كانت مشورة العجيب ما في أحد كان يقول لي يذهب إلى التقييم العقاري ما في أحد تماما يعني قاعدت أبحث أنا بعد أن توضطت ستة شهور قبلت عمي قال لي ليش لم أروح التقييم العقاري قلت وينك من أول قال أنا قلت وينك من أول كنت أحد أبغى أحد تتعلق فيه كل الناس تقول لي روح يعني استشرت الوالدين استشرت الأهل يعني كان من الطرائف تعرف غيرة النساء و هذا و كنت قول لها تراها لو رحت هناك في اقطاع صحي تراحنا في بيئة ها تعادي روح أنا أعرف كنت إن شاء الله جزاه الله فالمهم دخلت في هذا المسار عندي تجربة نفعتني السنة اللي أنا قاعد جلستها في مستشفى الأمل استفت منها كثيرا حتى استفت فيها مسألة العمق في فهم دور المرشد الديني في القطاع الصحي كيف يكون هذا الأمر يفهمون كثيرا ليعملون مع علاج الإدمان لأنه لهم دور عميق في المستشفيات الثانية ممكن العمق هذا ما هو موجود إلى حد كبير لأن دورهم فيه يختلف نحن دورنا في القطاعات الإدمان أساسي لكن في القطاعات العامة خدمة خدمة تقدم قبلت بالعرض الوظيفي وتوظفت فيه و فتح الله لي فيه خيرا رحت أي قطاع المستشفى الحرس الوطني كان في الشؤون الصحية في الحرس الوطني مستشفى مدينة ملكة الدستوبية في جدة هنا مستشفى الحرس الوطني في جدة نحن في الرياضة قول في جدة هنا في الرياضة في جدة كان لك رحلة هذه الرحلة لم يرس فيها عمل في أكثر من قص و حصلت لك قصة هذه القصة صنعت لك ألما وأكرمك الله عز وجل فكنت ممن ساهم في صناعة الأمل لمن عاش هذا الألم و مررت بنفس التجربة أنا أريد أن أعيش مع الأستاذ عبدالله هذه القصة الله مستهل طبعا هذه من القصص التي صارت وأنا أجزم جزما أن كثير من زملائي في العمل لا يعرفوها و أنا بالمناسبة يمكن تفاجأت جدا أني أعرفت من فترة لكن تفاجأت جدا بهذه القصة و أتشوق الآن إلى أني أستمعها من الأستاذ عبدالله طيب دعني أعطيك قبلها مقدمة بسيطة طبعا أنا المشتغلت مع المرضى كان من الأقسام التي أنا عملت فيها العمل مع مرضى الأورام و المصابين بمرضى السرطان و خاصة مع مرضى العناية التلطيفية لهم في المراحل المتقدمة من أمراض السرطان فكان دوري معهم شبيه بدوري في مستشفى الأمل شبه دور أساسي لأنه من الأشياء ليحتاجها المريض في هذه المرحلة مسألة الدعم النفسي للمريض يؤثر كثيرا على تقبل جهاز المناعة للعلاج فحالة النفسية مهمة جدا أن تكون حالة طيبة نحن في المملكة العربية السعودية ثقافتنا دينية فوجود الدعم الديني و الروحي لمرضى الأورام يساعد كثيرا في تحسين الحالة النفسية فعملت معهم طبعا عملت كدوري أي مرشد ديني و صار بيني و بين الزملاء في الأقسام الثانية علاقات طيبة لعدة أمور من ضمنها هذا المجال يوم من الأيام من القصص العجيبة كنت جالس يعني قدام المرأة فحسس بيد أشوف حاجة كده في نفخة غريبة هنا في الرقبة فأنا ماني متألم منها نفخة عادية بس أنا لفتت انتباهي اليوم الثاني لتقيت بأحد أطباء الأنفلون الحنجرة تخصص وأورام عنق فإحنا عندنا المصعد أسولف معاه أبني تكتور فالحدة نفخة هنا غريبة فهذا حين ما هو ملقي بالا ولا أنا ملقي بالا للموضوع قال تعالي بكرة العيادة يعني كذا مزحة زملاء شف سبحان الله قال تعالي بكرة العيادة كنت طيب والله جيت وأنا والله غير متفرغ كنا أساسا على مثل لا إحنا الآن في شعبان كنا في ذيك الأيام في شهر رجب فإحنا شهر رجب نستعد الرمضان بدأنا اجتماعات العمل لرمضان وكانت ذيك الأيام وكان عندنا فعالية نبغنصية في رمضان كبيرة للعمل وكنت مسؤول عن إحدى المحطات المهمة في هذه الفعالية فلما قال لي تعالي جيت أنا في زحمة الشغل كان في وقت عندي فاضي تذكرت أوه دكتور فان قال لي تعالي خلني روح رحت مرأت كيف حالك طيب دخلنا سواليف ضحك قال لي جز شار سألني كذا كم سؤال قال يقول لك جز على الكرسي جز على الكرسي كان يحسس بيده على الرقبة الرجل ذكي ومن الناس اللي يحسن التعامل مع المرضى قال لي طيب منتز احنا عندنا مشكلة هذه لها عدة احتمالات انا بدأت اشوف الرجال بدأ يدخل في العم احنا جهين عشان بنشوف اش هاذي هذي مشكلة جلدية ولا ايش قال لي شوف هذه المشكلة لها عدة احتمالات من احتمالاتها انها شغلة بسيطة ومن احتمالاتها في احتمالات ما اقول لك انا مشكلة كبيرة لكن نحتاج انه ننتبه لها عشان لا تكبر طيب ايش المطلوب قال بوك تفرغ لي قلت ايش معنات فرغ لي قال يعني شهر ونص اعطيني وقت قلت شهر ونص حتى اخيار رمضان بدين اجتماعات وعمل قال انا اقول لك قلت طيب نخليها بعد رمضان قال لا لازم الآن نبدأ قلت له طيب خلاص رحت يا دكتور قال ايو لازم قلت طيب رحت عند الزملاء قلت لهم يعني شرايكم احد يشيء لعمل قال لا يا رجل يا شباب ما اقدر المهم صار اعتذرت من اني ادير هذا البرنامج بدأنا في الفحوصات الدكتور كل ماله يدخل على عمق ابعد من ما كنت انا اتصور يعني حين في البداية اشعة عادية تحاليل عادية شوي بديت بدأت ادخل على اقسام في قسم الاشعة اول مرة اسمع فيها اول مرة اشوفها متخصصة في علاج الاوران وكل مرة هو يتكلم معي يطمنني يقول لي الموضوع موضوع بسيط بس انا اشوف موضوع بسيط لكن انا اشوف العمق ما هو وانت في القطاع وفاهم انا فاهم وهذه مشكلة انك انت تكون فاهم انت لو ما تفهم احسن احد المرات كنت لك اليام وزني كان كبير جدا فقالوا سنحتاج منك خزعة فنوموني على سرير و الخزعة مشكلتها ايش انه ما فيه بنج اللي كانت يريد ان تأخذ مني فياخد الدكتور ابراو قدامه كمبيوتر شاشة كمبيوتر اشعة بالاشعة يشوف هي الابرة فين دخلت يدخله في الرقبة وتدخل الى العمق عشان يبغى يأخذ عينة من المنطقة هذه فهو يأخذ ما بيانت معها الأولى طبعا هو يأخذ و يرسل للزملاء اللي جنبه في القسم المختبر عشان يشوفوا ها بيان معكم شي ما بيان معنا شي ما بيان معنا شي فكان بعد المرة الثالثة يقول ما عليش اختاع ابناك قلت يا دكتور خذ راحتك لكن والله لو قمت منع السرير مع درجاء يا الله لأنه ألمتني كثيرا برضو ما وصل لنتيجة اضطر الدكتور انه يسوي عملية فقدم لي سوا لي تنويم نومني على الساسس انه بياخذ عينة صغيرة شغلة عمليات اليوم الواحد طيب و خلاص نوموني ايش في يا دكتور قال لا بس انه بنا اخذ عينة نفحصة ترى ممكن تكون شغلة بسيطة ممكن تكون شغلة حميدة بدأ يمهد من اول كانت قلت طيب هالحين انا تنومت اخذ سوا العملية المفروض بكرة الصباح اخرج بدأ التمريض يقول موبروك ما شاء الله ان شاء الله اخرج و أنا بسوط هساسا ماه الموضوع في بالي اني بدأت اخذ المنعطف هذا تفاجأت الساعة ثمانية الصباح يدوك جوالي التمريض يقولوني خروج و يدوك جوالي دكتورة ترد علي قالتاني الدكتورة فلانة من مساعدين الدكتورة فلانة الدكتور يقولك اجس لا تخرج قال لي جوالي ساعة اخرج عرفت ان في قصة رحت طلعت عند الزمل في التنويم و طلبت يعني غرفة خاصة و أنا راجع لقيت الدكتور قلت ايش قصة تعدني يا وضع ايش السادة قال لي شوف حتى أكون معك صريح احنا بصراحة لقينا ورم في الرقب عندك لكن شاء الله ان شغلة بسيطة قلت طي ايش الورم طبعا الورم يمكن معروف ظاهريا اعطاني الفكرة الظاهرية اللي هو اورام الغدة الدرقية لكن في شيء أنا ما عرفت ولا بعد العملية ان الموضوع توسع لأكثر من موضوع الغدة الدرقية و وصل الى مجموعة غدة يعني كان احد مساعدة الدكتور يقول احنا وصلنا الى اسفل الاذن و احنا ننظف فكان حجم الورم تقريبا اظن والله اذا ما خلت نتذكر اكثر من 4 سانتي في الرقبة يتظر شوية المهم ازالوا الورم طبعا فكوا فكة كبيرة عملية نسبة نجاحة اظنها تجاوز 90% ما هي من العمليات بس انه خوض التجربة جديد علي حتى اذكر لما جيت اوقع الموافقة على قعد اقرأ يعني فيها ممكن الحبل الصوتي انقطع ممكن طالع انا اشته فانا من حسن الحظ اني لازلت في الغرفة المشتركة و مريض شافني قال اقول لك يا شيخ ترى اوقع ولاني وقعت على وفاه وقع بس اجريت العملية خرجت الحمدلله اللهم لك الحمدل خرجت من العمليات اموري تمام طبعا كان باقي الوقت وزني جدا كبير وصلت معروف ان الغدت كنترول الجسم فتتلخبط الدنيا وين احنا دخلنا على شهر رمضان و الناس بدأت صلي وانت مشرف شؤون الدينية التراويح قائمة واسمع الناس تصلي اقول الدكتور خلني يخرج خلني الحق رمضان مع الناس يقول اصبر اصبر المهم الى حد معين قالوا توكل الله لما خرجت من المستشفى خرجت يمكن فات المساعدين معلومة معينة ان احنا في رمضان و الرجل هذا 150 كيلو طبعا وصلت اتجاوسة 140 140 كيلو وحيصلي طب هذا فاتح 17 غرزة في رقبته المفترض انه لا يركع ولا يسجد ماشى اليوم الاول بسلام اليوم الثاني بسلام اليوم الثالث في صلاة الفجر حسيت الامام مطول طبيعي كان طبيعي بس في السجدة الثانية من الرقع الثانية في شيء غريب انا قاعد احس فيه في الرقبة انا لم يخرج من الصلاة طبيعي نمت سحيت وظهر حاس ان في شيء في الرقبة غريب غريب جدا بس اتنفس تنفسي طبيعي بحاس ان في اختناق خارجي انا قاعد اختنق من بره بس جوه النفس طبيعي يعني شعور غريب صراحا توصلت مع الزملة في العيادة قالوا يمكن سوائل يمكن 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 المهم بدت المسألة تكبر تكبر على صلاة العصر جاني واحد من أخواني شافني قال اقول لك انا مني شايف انا مني شايف انا حس لكن مني شايف اخوي لما جاي من العمل شافني قال لي والله انا روح المستشفى قال لي امش انت من دار اش اللي ساير فيك الرقبة صارت اكبر من رأس رحت المستشفى انا كيف عرفت حجم وشكلة في واحد من الزملة في الطوارئ كان لما يشوف يسلمني باستقبال وحرارة وسلام ومدركة ذاك اليوم اول ما شاف مني انقلب وجوه سلامات يا شيخ سلامات ايش في انا ايشني سبحان الله مساعدة الطبيب لما شاف لي ما رضي يدخل دق على الطبيب طبيب كان بي جازة استشاري كان بي جازة قالوا ارجع ايش فيه انفجر شريان في الرقبة من السيود طبعا جاني الدكتور سوال لعملية الحمد الله قفله وادركه ونظف الرقبة جاني يوم ثاني كيف سوال وتبت انت صلي كمال بوق انت صلي والله ما كنت أدري عن الشي ذا وادري ما كان انسجدت ورقائي قال تجلس عندنا كان الوالد من الناس الذي انصدم في ذاك الموقف كان يقول لبعض الأقار يقول كدنا أن نفقده لأنه سبحان الله انفجار شريان في الرقبة قد يكون حينا أصعب من كل مسألة السلطة تجاوزنا المرحلة الذي اللهم لك الحمد بسلام بدل وزن زيت طبعا ما كنت مقتنع بعمليات التكميم مو من مني مقتنع بالعملية بس اكسود لي أنا كنت أظن أنه لو خففت أكل رياضة ممكن العملية تسهل علي فكنت مصرع على هذه الفكرة فقام قال لي أحد الدكاثرة أحد تعب نفسك على الفاضي قلت ليش قلت أنت أشائل الغدة تحكم ما فيه المهم بعد سنة سويت عملية التكميم ونعمة وشوف كيف ربي يدبر الأقدار من أسوي عملية التكميم هذه سويت عملية التكميم الحمد لله مشت تمام بعد شهرين نص من العملية في من الأشياء اللي تصير للناس اللي يسوي عملية التكميم أنه أحيانا أحيانا بسبب قلة تشرب السوائل المرارة تلتحي فأنا قلت خلني السبق الحدث قابلت الدكتور حق الجراحة قلت دكتور أقدر أسوي أشعة المرارة قال لي طيب راح كتب ريكوست طلب على السيستم طلب قال سووا أشعة ما قال للمرارة كتب للبطن كامل رح تنع عشان إيش المرارة طبعا الفني حق الأشعة أحد الزملاء فلما انفحص المفترض أنه يفحص في الجهة اليمين أنا اتفاجأت زميني يسولف معي ويضحاك ومدري كيف لكن بدأ يفحص اليمين شوي بدأ يفحص الشمال شوي يقول لي يعني با بدأ يفحص يدير مدار من وراء ومن قدام أنا من فهم ليش هو يسوي كده بس قلت أنا مالي متخصص أكيد أنه يعني إجراء طبي ولا بين ولا وضح لي أي شيء قال لي خلاص انتهي ناشي رحت أراد الله بعد سبول رحت زيارة العيادة عندني سموها عيادة الموظفين أبححص نتائج تحاليل يعني كانت كنتم سويها فكان اللي ماسك اللي على الجهاز طبيبة فهي قاعد تشوف النتائج قلت أقول لك الشيخ مسالك مش تأخذ مسالك أنا سيعمل التكميم وش تأخذني بالمسالك يعني إيش الأمور طيبة قلت ما طلبوا كل مسالك قلت لا ما طلبوني ليش إيش فيه قالت في حاجة صغيرة لقيوها في الكلا خلهم رحوا رح عندهم يعني إذا قدرت تترتب معهم تشي يعني حاجة صغيرة قلت صغيرة يعني حجمها 7.8 أنا على بالي لما قالت صغيرة رح حسبت أنه 7.8 ملي فقلت 7.8 وقلت طيب خلاص أجب أنتظر معلم بعدين في الطريق مريت على أحد الزملاء برضو في المسالك مساعد سيشاري وقلت دكتور كذا 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 يعني قالوا قال كم قالوا لك حجمها قلت صغيرة هذه بالأدوية تعلي بكرة لعيادة نفس الكلام طبعا لما قال لي تعلي بكرة لعيادة رح رتبت الأمور مع الزملاء في المواعيد أنه خلاص حولوا المال فقلت الدكتور فلان واختاروا الدكتور كان الرجل سبحان الله استشاري دنيماركي من أصول عراقية بس كان تو ذاك الوقت قريب يعني كان جاي فما كان علي زحمة فجيت العيادة عشان عشان مساعده لكن هو اللي حيكون مسؤول عني الاستشاري هذا فلما عرف الدكتور نيجيت جاء رئيس القسم لما عرف جاء جزاء الله خير يسلم بحكم أنه يعني معرفة جاء ودخلوا الثلاثة هالحين سألني الدكتور كم حجم قلت يضحكوا بسيطة سفن بوينت تحتاج عشان تقرأ لن تقرأ تقرأ عم من أي طبيب يجب أن يقرأ تقرأ 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 فكان الدكتور لما فكل هذا كان حرصه على أن يقرأ تقرأ تقرأ لكن تفاجأ لما نفكل أن المشكلة واضحة قدامه لا يحتاج يقرأ التقرير فهو جالس قدامه الكمبيوتر و جالس على الكرسي هنا وذولا الاثنين وراه فهو لما شاف وقف على الشاشة ردت فعل بشرية طبيعية رجع وذولا رجعوا وراه أنا أطالع ماذا فيه ماذا في الناس كده طالع فيه كم قالت لك حجوة قلت تقول 7.8 ملي قال لا يا شيخ 7.8 سانتي 7.8 الموضوع ما هو في الحسابات موضوع الكلا يعني حنا ذا حين شفت لما أقول لك مشكلتك أنك تكون متعلم يعني يقولوا لماذا سمي الخبيث خبيثا لأنه يتنقل أنا دا الحين جاء بالي على أنه خلاص قصة الأورام انتهت فكونوا ينتقل إلى نقطة ثانية فمعناته فيه مشكلة أكبر طيب أنا ذاك الوقت كنت شغال على مشروع أحد المشاريع اللي خاصة فيه يعني مشروع تعليمي تدريبي وكنت اعتبره أحد المشاريع مشاريع العمر ذاك الوقت لما نجاقل المعلومة هذه طبعا المسألة ما تتعدى دقيقة الأقل من دقيقة شعرت بمرضى الأورام كيف لما نتجا تقول مرضى الأورام من وجاك صرد شفت لما نقول لك يعني شريط حياتك ينفر قدام أنا مشرف شون دينيه يعني أنني صبر الناس ويقول أذكروا الله في ذاك الوقت والله شريط حياتي كله ينفر قدام مشروع الحلم حقي هذا انتهى تحطم تماما اللي صار أنه لما شفت ما عرفت ما أقول صراحة يعني قلت يمكن الدكتورة تبغى يمكن الدكتورة تبغى تصبرني لما قالت قام نقز الاستشاري هذا الذي يقول لك دني مركب من أصول عراقية كان لا يا شيخ الموضوع بسيط نستأصل و ترجع تعيش حياتك طبيعي والله الكلمة هذه ما أنسها له رجع لي الأمل شوف الكلمة الصغيرة هذه يعني أول حسيت أن الدنيا سودت أمامي تمام الكلمتين هذه لما نقل بسط الأمور أمامي وبدأت رحلة سرطان جديدة و يعني من أصعب أصعب من السابقة وسبب في صعوبتها أنه تكون ترى أنه انتقل إلى نقطة ثانية معنى تقابل أن تكون تنتقل إلى نقطة ثالثة قابل أن يكون طبعا رجعت الزملاء في الغدد قالوا لي ما في ارتباط بينها ولعله ما يكون إن شاء الله بإذن الله فيها إشكال طيب إيش الخطة العلاجية قالوا الخطة العلاجية إحنا الأصل التي جرت عليها العادة أن تستأصل للكلية كاملة وهذا المتعارف عليه لكن نحن نفعل محاولة إذا ضبطت معنا كويس نستأصل أنا لما قالوا لي 7.8 قالوا كم حجم الكلية 8 سانتي قالوا أتوصل إلى 12 سانتي فقالوا ستستأصل تقريبا 70% من الكلية أو 60% دعنا نقول 60% من الكلية سيتم استأصل قالوا سنستأصل 60% و سنبقيك عندنا تحت الملاحظة نجحت العملية اللهم لك الحمد ما نجحت سنلجع ندخلك ثاني مرة كيف عرفوا نجحت أو ما صار نزيف إذا صار نزيف سنضطر نرجع ثاني مرة و ردك ثاني مرة طيب دخلت ورفة العمليات في ذلك اليوم تذكرت حاجة يعني العملية كانت عملية كبيرة ما هي عملية صغيرة كانت من العمليات كبيرة يعني تقريبا في حول 31 غرزة تقريبا مرف الله 30 غرزة تقول صغيرة أو من قدام تأخذ المال عملية تنفك من قدام عظيمة الفتحة كبيرة لا هو أنا ترى في جسم أكثر 150 غرزة يعني في عمليات ثانية صارت بس نقول يعني نحاول نختصر للقصة ف 31 غرزة فهي العملية كبيرة فأنا لما دخلت صراحة والله يعني ما أنسى ذيك اللحظة دخلت وأنا يعني أحد الاحتمالات الموجودة أنا ما أصحى يمكن الطب عندهم يفهمون أن هذه عملية بتصحى منها لكن أنا يعني عشت التجربة عشت تجربة من أول أنا كنت أنظر الآن عشت الواقع عشت واقع مريضة الأورام فلما دخلت أذكر أني يعني قعدت من الأشياء الطريفة أني قعدت كده من السديح وتخلني وأنا أتخدر أقول لا إله لا إله إلا أنا أفقد الوعي عشان عالقا لو رحت على لا إله إلا الله فالحمد لله نمت وهذا التخدير نعمة من نعم الله أنك أنا ما تشوف شيئا كثيرة طبعا نمت باللباس وصحيت باللباس آخر الفتحة كبيرة زي هاته طبيعي أن الدم يكون متفرق خرجت مرت سبحان الله عشرة أيام لم يكن أيام بسيطة صراحة في المستشفى أنا أذكر أن يوم الأيام في يوم الجمعة زاروني الشباب الصباح الفريق الطبي وهم ميزتهم أنهم لا يأخذون من رئيسهم الطبع هذا طبع أنك أنت لا تحسس المريض و خليك متفائل زاروني الصباح في نفس اليوم يوم الجمعة زاروني في الليل فأنا أمزح معهم و أقول ما هو الفريق المثابر صباحا و مساعم طلع أنهم شافوا مصيبة في الصفاح و رجعوا يتأكدوا في الليل هل باقي مصيبة أو لا شافوا تسرب دموي زائد فخافوا أنه يكون نزيف فلما رجعوا في الليل الحمد لله مالك الحمد لله اللهم لك الحمد طبعا خرجت و كان في أكثر من شغلة و عملية صارت لكن دعني أعطيك كيف كنت أفكر في ذلك الوقت طبعا أساسا هي لها علاقة التدريب و التعليم في القطاع الصحي فكان عندي مشروع و كان عندي فكرة معينة هي كان لها أثر في كيف كنت أفكر كيف الفكرة الفكرة كيف يعني لكان المشروع له علاقة أنه كيف يعمل الإنسان يعمل مع المرضى كيف المفترض أن يعمل تمام كان عندي خطة استراتيجيات في التعامل مثلا مع المرضى لما عشت التجربة أثرت فيه كثيرا أنه كيف أستطيع فكنت ذاك الوقت و أنا لسا باقي الواحد ثلاثين غرزة لم أفكد بيسا سوأت حقيبة تدريبية في مهارات التعامل مع المرضى في بعض المهارات أنا عشتها في بعض الأخطاء مثلا حصلت من بعض الزمال أنا عشتها الحقيبة هذه لمن؟ لزملائي الممارسيين الممارسيين أي ترى أنت لما تنقل معلومة للمريض لما تتعامل مع المريض ترى أنت ممكن تكون في واده و في واده فلذلك مهم أنك تعيش هذه التجربة طبعا كيف عشت التجربة؟ عشت التجربة طيب أنت خلاص حين وصل مع مع دخلت أنت الأمر ماذا بعد الآن؟ قاعدت تفكر طبعا أنا إلى متى أقعد أنا عايش في المربع مربع الألم أنا لازم يكون عندي خطوة عملية إيش المطلوب مني؟ أول شيء هذا الأمر ما هو قدر قدر الله عليك قدره الله عليك و صار عليك هذا المرض طيب هل لك دور؟ أي و لي دور و ما الدور هذا؟ علق الأمل بالله الله ما يقدر عليك الله ما له مصلحة في أنه يؤذيك ولا أنه يتعبك ولا أنه يمرضك ما له أي مصلحة لكن يريد منك أسباب أنت عملها فقاعدت أفكر في الأسباب كيف أستطيع أني أعمل أسباب تساعدني؟ بعد كذا الله شبا خليه يسوي اشتخلني أنا إيش الله يريد؟ خليه يسير أهم شيء أنه لا يكون عندك قصوري فمشيت في الخارطة لأنا وضعتها نفسي أنه أنت امشي على البرامج والخطط العلاجية والبرامج لكن في نفس الوقت علق أملك بالله هؤلاء البشر أسباب لا تقصر مع البشر في أسبابهم ما يريد يسويه أنا حتى كنت أقول لأحد أخواتي كانت متأثرة كنت أقول أنا بس أريك سؤال أنا يعني كأسباب دنيوية إيش عندي أكثر من كذا؟ هل أقدر أسوي؟ ما عندي على قولهم عصى موسى كن فيكون ما أستطيعه كل اللي أقدر أنا أسويه أنه أمشي على البرنامج و بعدين اللي الله يختار الله ما قدر شيء له حكمة نعم بالله لحكمة فأنا هناك حكمة وراء هذا الشيء لما عشت التجربة و عشت الألم و عشت بعدها الأمل و عشت مسألة الفأل و كيف كان الفأل هذا أثر علي يعني أنا في أحد المرات و خليم عليه كأن كان أخذت من قصة غصيرة و لما كنت في مسألة الرقبة أعطيك حاجة كيف مسألة الشعور بالمريضة دي مسألة مهمة يوم الأيام في أحد المرضى قريب لأحد الزملاء أخوه و كان عنده ورن في الرقبة فأنا لما نسويت العملية و نجحت نجحت العملية و مشيت مراء لازلت في المستشفى منوم مليت من القعدة قلت لأخوي كان أخوي مرافق لي قلت تعال خلنا نروح تجربة كذا قلت لأخوي مرافق لي لازلت أنا بباس أمستشفى طلعت عند هذا المريض الذي أنا أعرفه المريض هذا شاعر أنه لا يوجد أحد يحس فيه لا يوجد أحد يحس فيه الناس كلهم تنظر الأساس يرقبته منتفخة الكيماوي أسقط شعره فدخلت عليه وسلم و شاهدني واحد بباس قام أخوه هذا شيخ عبد الله كيف حالك من هذا؟ قلت لأخذ اسمع ببشرك قال و كنت أبشرك سوية العملية و كنت أعفيت الحمد لله سبحانه بس قلت الرسالة دي مشيت دارت الأيام بعد عشرة شهور أصلي الظهر في المسجد قال لا امسكني ولد شباب و ألتحيي و سألت كيف حالك شخبارك شخبارك تحياك الله شكلك ما عرفني قلت و الله ما عليك سامحني حيانا تفوت الذاكرة قال تذكر المريض ذاك اللي بريت عليه قال والله ما أنسه و لا أثرت فيي نصيحة مثل هذيك لأنك انت شاعر بالألم اللي أنا عيشه فأنا لما جيت سويت الحقيبة و كيف أنا كنت مشيت في المرحلة هذه مشيت في المرحلة هذه أنه يا أخي علق الأمل بالله و عشت عشت الخطوات اللي مرسومة لك خطط أمشي صح لا تبشي غلط النتائج أنت لسه مطالبا بالنتائج جميل النتائج ربك يقدرها فالحمد لله بالفعل هي قصة ألم عشناها يا أبا أسامة و رضتنا بالأمل و الأمل بالله كبير و ما خاب من أمل بالله فإنه الركن إن خانتك أركانه الله يمتعك بالصحة و العافية و جميع مرضى المسلمين عشنا معك يعني كسير جميلا و أملا جميلا في هذا اللقاء يا أبا أسامة و إن شاء الله نتم مشروعك على خير و أن نراه يعني يصدع في في كل مكان في استراتيجية التعامل مع المرضى أشكر الله لك الله جزيلا إنتهى كسيرنا و لكن بعد هذه التجربة و هذا الألم الذي مرضت به صنعت لنا أمل فننتظر منك رسالة إلى المشاهد الكريم فماذا يقول السادة؟ يقول الله عز وجل و عسى أن تكره شيئا و يجعل الله فيه خيرا كثيرا من خلال تجربتي رأيت سبحان الله الخير الكثير و النعمة التي أكرمنا الله بها من خلال هذه التجربة متى؟ عندما علقت الأمل بالله عز وجل لا تقصر في حياتك لا تقصر في أنك تنجز ما يطلب منك كخطط علاجية كبرامج في الحياة كمشاكل في الحياة أدي دورك لله حكمه في كل أمر يقدره سبحانه و تعالى أنت أحد هذه الأسباب و أنت أحد فصول هذه القصة اجعل نهاية القصة نهاية جميلة و ممتعة لأن الله عز وجل يريد ذلك يريد أن تكون نهايتها ممتعة لماذا؟ لأنه قال و يجعل الله فيه خيرا كثيرا فهو يريد الخير الكثير لا يريد ألمك و إنما يريد أن تعلق الأمل به سبحانه هذه الحياة مفاخر قد فاز فيها من صبر هذه الحياة مفاخر قد فاز فيها من صبر ترجمة نانسي قنقر